اهلا بحضراتكم من جديد وفقر الترند الترند طيب عندي تلات موضوعات عايز اتكلم فيهم اول موضوع هنأكد اللي احنا قلناه الحمد لله الاسبوع اللي فات وانا فاكر الاسبوع اللي فات على مدار يومين التلات والاربع قلتلك يا جماعة سبكم من الكلام بكتب عبر السوشيال ميديا والنهاية هيتنقل والماتش ممكن يتقدم يومين والن الفاينال من السبعتاشر قلتلك كل الكلام ده اجتهادات وموجودة عبر السوشيال ميديا فقط لكن على الارض الواقع وفي الاجتماعات الرسمية ما فيش اي حاجة من الكلام ده خارس وبالفعل الحمد لله يمكن يوم الجمعة الماضية يعني اليوم الجمعة ويوم السبت حصلت اجتماعات وتم ارسال اللوايح التنظمية الخاصة بالمباراة النهائية وكل الكلمة قلناها الاسبوع اللي فات حصلت بالملي الفاينال في المغرب الفاينال على ملعب محمد الخامس في كازابلانكا في الدار البيضاء الماتش هيكون الساعة تسعب توقيت القاهرة يوم 17 سبعة فكرة تقديم الموعد الفكرة دي اترفضت من اول ارسال خطاب من حوالي خمس ست ايام من قبل الاعلان الرسمي والموضوع منتهي على هامش اقامة المباراة النهائية في مكتب تنفيذي هيتعامل يوم 16 ليلة مباراة نهائي دوري ابطال افريقيا بالاضافة لده كمان يوم 17 يوم المباراة الصبح هيكون في دعوة لكل رؤساء الاتحادات الافريقية عشان يكونوا حاضرين في المغرب لمنقشة بعض الامور بشكل ودي مش اجتماع رسمي ويكونوا حاضرين ايضا على هامش اجتماع المكتب التنفيذي وكل رؤساء الاتحادات الافريقية هيكونوا حاضرين مباراة نهائي دوري ابطال افريقيا في الملعب وتم توجيه الدعوة الرسمية لهم من الاتحاد الافريقي والاتحاد المغربي لوجود كل الوفود الرسمية ان شاء الله في الملعب وهيكونوا حاضرين مباراة الاهلي وكايزر ايتشيبس فكل اللي بتقال هنا في ترند ترند الحمد لله بتبقى ثقة من المصدر ثقة في المعلومة وبنبقى دايما حرسين نقول لكل السادة المشاهدين على الجديد في كل هذه المتغيرات لان دايما السوشيال ميديا للأسف ممكن تروح مع خبر او معلومة بتتكتب هنا او بتتقال هنا مش هيتأكدوا بالمدى صحة المعلومة هم بياخدوا المعلومة بنشرها على طول لكن احنا هنا حرسين احنا دايما نوصل المعلومة الصحيحة لكل السادة المشاهدين نعرف الناس ايه اللي بيجرى و ايه اللي بيحصل حتى كمان لما حصل تعديل على فكرة الاشواط الاضافية ورقلات الجزاء لغاية يوم الجمعة كان الكلام رايح في سكة المتش ضربات جزاء على طول تبقى للليحة القديمة 2019 لكن الكاف قالك لا هنمشي بالليحة الاستثنائية اللي اتعاملت السنة اللي فات وبالفعل تسعين دقيقة اكسترا تايم بعد كده رقلات جزاء الترجحية فدايما الحمد لله معكم في الجديد وبنقول لكم دايما على طول ايه اللي بيحصل فيه كواليس ومشاركات الاهلي تحديدا في البطولات الافريقية لا يتبقى فقط سوى بقى التركيز في المباراة المحلية القادمة وبعد كده نبدأ نفكر بقى في مشوار الاهلي في افريقيا اللي بإذن الله ان شاء الله بنسبة كبيرة الاهلي هيسافر يوم 13 سبعة خاصة ان فيه اجراءات تصحية هتتعامل هناك تحديدا اللي 72 ساعة لقبل المباراة هيكون فيه اجراءات ودخول الفقاعة الطبية خاصة ان البعثات الرياضية اللي بتسافر المغرب في هذه الفترة ستخضع لي الفقاعة الطبية والاجراءات الاحترازية في ظل ان فيه حجر صحي لأي شخص مسافر للمغرب الفترة الحالية اذا لم يكن يعني خد لقاحها كورونا لا بيخش الحجر الصحي حتى لو معاه بيسي قر سلبي والحجر المدت من اسبوع لعشر تيام لكن لو بيعثة الرياضية بيطبع عليها نظام الاجراءات الاحترازية والفقاعة الطبية وهتستمر في ده 72 ساعة قبل موعد المباراة النهاية ربنا يكرمنا بإذن الله يوم 17 سبعة وما نوصلش للإكسترا تايم ونخلص المطش من التسعين دقيقة ويكون الأهل بإذن الله حامل للقب الإفريقي وتكون البطولة العشرة بإذن الله وكلنا ثقة في اللعيبة وفي الجهاز الفني للاستعداد بشكل قوي لهذه المباراة